والنهاردة بيقولك الشروق صفحة أولى مصادر أمنية مخططة لأعمال إرهابية سياسية في رأس السنة يعني بصرعة يعني أنا يعني أنا واحد بتحفظ كثيرا على مثل هذه الأخبار أنا بسميها حديث التخويف من حدوث مخططات في رأس السنة من حدوث مخططات يوم 25 يناير بالتأكيد يعني إحنا علينا أن نكون مصر مستهدفة يعني واحد لا ننكر ذلك ولكن أعتقد التكرار الحديث أنا الأخبار دي أنا مطلوب من أننا إحنا كشعب نعمل إيه يعني يعني الأخبار دي لما بتطلع طب ما أنت عارف أنه فيه مخطط وعارف أن يوم 25 فيه كذا وأنه فيه ياصل سنة مش عارف إيه هو إيه طب إحنا ننفوض كشعب نعمل إيه نروح مثلا نقعد في الجحر ولا نعمل إيه لا يعني أنا بقوله مش نفوض أنه هم يعني عارفين بالتأكيد أنا وعندهم إمكانية أنه هم يمسكوا الناس اللي عايزة تعمل دي إلا أنا أصد أنا أخشى بس المسألة لكنش يعني مثل هذه التصريحات أو مثل هذه الكلام أنه لا يوظف لصالح جهات لمسألة التخويف ومسألة جهات صورة إلى آخره إنما إذا كانت المصادر الأمنية أو الجهات المعنية بتقلن عن مخططات وهي عرفها وعرفة الناس لما تروح تقبض عليهم يعني مسألة التفزيع ومسألة التخويف الناس مثل هذه الأخبار دي أنا أعتقد يعني أخبار سلبية بس برضو ما نقدرش أنه نبسط منها أو نستهزأ منها مش نبسط منها لأنه ممكن يكون صح مش نبسط منها لكن في النهاية اللي أعلن عن هذا الخبر أعتقد أنه مدام عنده معلومات أو أطراف خيط أعتقد المفروض يروح ينفذ إجهاد هذا المخطط أنا عندي ثلاث أخبار وغير دامت إيئة طيب أنا عاوز بس فيه خبر يعني أعلى عليها وخبر إيجابي جدا يعني النهاردة ممكن فضيلة المفتي إمبارح بالفعل وكان خبر إيجابي إحنا عارفين أنه كان فيه قضية بين وبين الدعية السلفي الشيخة بصحق الحويني كان فيه مجهودات تم بزلها في الفترة الشهر اللي فات أصفرت أنه بالأمس أنه الفضيلة المفتي بيتنازل عن القضايا السب والقصف في حقه وخاصة اللي كانت القضية المقامة ضد أبو صحق الحويني أعتقد أنه هيكون هناك لقاء قريب وده خبر يعني خبر جميل وخبر رعب وبدرة طيبة من فضيلة المفتي لأنه أعتقد أنه تأثير صراعات صراع أو دعوة قضائية ما بين في النهاية دعاء أي من كان اختلافنا مع البعض إنما في النهاية دعاء ومثلون الإسلام فبتالي أن التصلح بينهم ده تصلح جميل جدا عظيم حقولهم سريعا اليوم السابع صفحة ثلاثة بالمستندات جامعات أمريكية وقطرية تدعو علماء مصريين للهجرة تحت شعار اهربوا من الفوضى لا مش هنهرب وحنفضل في مصر عشان إحنا نازل نحضر على قلدنا الشروك صفحة ثلاثة وفاة الدكتور محمود حافظ حزن على حريق المجمع العلمي ربنا يقفل لزنوبه ويكفر عنه سيئاته ويرحمه إن شاء الله ويدخله جناته الأهرام صفحة أولى فريدة تحصد سبع ذهبيات ومصر تحلق منفردة في الدوحة ألف مليون مبروك للمصريين اللي فازوا تساز عادل الصنهوري مدير تحرير العام لجريدة اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتك شكرا عشان كورسان طيبين أعسف إن أنا بجري بسرعة لكن عايزين نروح لتقرير سريعا اليوم العالمي للمعاق أقيمة بنادي الشمس احتفالية لمتحد الإعاقة بناسبة اليوم العالمي للمعاق تحت رعاية المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التضاوم الاجتماعي وبعض الجمعيات الخيرية نروح نشوف التقرير ونهرقه سعيد اشتركوا في القناة